أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جينيف رفضها للبيان الذي صدر أمس الثلاثاء عن المفاوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حالياً والدعوة للإفراج عنه وأكدت بعثة مصر في بيان أن مضمون بيان المفاوضية يقود عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعززها واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه قرار غير عادل إهانة غير مقبولة وقال بيان بعثة مصر أن إصدار المفاوضة السامية لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي مما يزيد من الشك في موضوعيته وعلاوة على ذلك يبدو أن المفاوضة السامية اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة وأضاف البيان حقيقة أن المفاوضة السامية يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقود مصدقيته ومصدقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي اختتمت البعث بيانها بالقول نتوقع من المفاوضة السامية بصفته موظفا دوليا أن يحترم ولاياته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتمد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناء عن التعليق عن القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية دعية المفاوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار